موسيقى الرئيس السيسي يطلع على جهود انتقال الجهاز الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة ويوجه بتطوير قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وزيرة الصحة تعلنوا بدء تسجيل رغبات المواطنين لتلقي لقاحة كورونا الأحدى المقبل موجة تقص غير مستقرة تضرب عدة محافظات ورفع درجة الاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية السادسة مساءً بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جراناتشا نشاط إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم موسيقى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءاً من إعداد برامج تدريبية للقيادة العليا وصولاً إلى تدريب القيادات الشابة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هلا السعيد حيث اطلع على جهود انتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد أن بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري يهدف لتنمية الكوادر البشرية وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة هذا وقد وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع أيضاً بالاستمرار في دراسة تداعية جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محلياً وعالمياً من أجل بلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الإطار وذلك لضمان التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطنية وكذا التغلب على أي تحديات قد تعوق استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادية هذا وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث استعرضت وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا والموقف الاقتصادي عالمياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة توجهت وزيرة الصحة والسكان هالا زايد بالشكر إلى الحكومة الصينية بعد إرسالها شحنة من لقاحات كورونا كهدية للشعب المصري وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الصيني بالقاهرة أن شحنة اللقاحات تعكس قوة العلاقات بين مصر والصين وصلت النهاردة الفجر شحنة من 300 ألف لقاح سينوفار ودي هدية قيمة جداً في توقيت حرك جداً في العالم كله تجد في الدول العظمى تحديات في إتاحة اللقاح لأبنائها وبالتالي إن دولة الصين الصديقة يعني في ظل هذه التحديات ومحدودية اللقاحات في العالم تقوم بإرسال هذه الدفعة من الشحنات كهدية لمصر إحنا نقدر جداً هذه الخطوة ودي بتعكس الصداقة الكبيرة جداً بين الشعب المصري والشعب الصيني والعلاقة المتميزة للصداقة بين الزعيمين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعيم الصيني تشين كما أعلنت هالة زايد أنه بداية من الأحد المقبل سيتم تسجيل المواطنين لتلقي لقاحات فيروس كورونا وأشرت إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل سوف يكون متاحاً للمواطنين ومن لا يستطيع الدخول إلى هذا الموقع يمكنه التوجه إلى أقرب مستشفى للتسجيل من خلالها نعملنا 40 موقع للتلقي لقاحات في 27 محافظة بالتدريج سنزود هذه المواقع كل مواطن سيسجل من اللي لهم حق التسجيل في الفترة دي طبعاً مع زيادة الشحنات المتوقعينها من التحالف الدولي للقاحات والأمصال هنبدأ نزود الشرائح المستهدفة ولكن كل مواطن سيسجل تداء من يوم الحد حيكون سن 40 سنة أو أكتر أو دول أصحاب الأمراض المزمنة ستوصل للمواطن رسالة نصية بتحدد له المعاد اللي سيروح يكشف فيه عشان يخش وياخد اللقاح ويبدأ مرحلة أن ياخد الجرعة الأولى ثم متابعاته ثم الجرعة الثانية والمتابعة أشهد السفير الصيني بالقاهرة ليعلي تشونغ بالعلاقات الثنائية بين البلدين مؤكداً أن العلاقات الصينية المصرية نموذج مثالي للعلاقات بين الصين والدول العربية والإفريقية يعني إن العلاقات الصينية المصرية تعتبر نموذجاً مثالياً للعلاقات ما تجمع بين الصين من جهة وما بين الدول العربية والإفريقية بشكل نعم من جهة أخرى كان مطار القاهرة الدولي قد استقبل مساء أمس شحنات جديدة من لقاح سينوفارم الصينية لمواجهة فيروس كورونا وأعلن مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الطب الوقائية على عيد أن الشحنة تبلغ 300 ألف جرع من اللقاح كهدية من الصين لمصر بما يعكس مدى العلاقات الطيبة بين البلدين وأضاف عيد أنه سيتم خلال الأيام القادمة تسلم ثمانية ملايين من لقاح أسترازينيكا مشيرا إلى أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرع سيتم وصولها تباعا خلال الأشهر القادمة نفت وزارة العدل ما نشير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقا للتعديل التشريعي الجديد للقانون وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وزارة العدل أكدت أن التعديل التشريعي لا يتضمن نهائيا نزع ملكية الوحدات وأشارت الوزارة إلى أن التعديل ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في شهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوي العينية العقارية استمرارا للجهود الأمنية المفذولة للتصدي لجرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وخلال النصف الأول من شهر فبراير في ضبط 1341 قضية ب1448 متهما وبحوزاتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة لا تتوقف الضربات الأمنية التي تسددها أجهزة وزارة الداخلية ضد مهرب ومصنع وتجار المواد المخدرة وهو ما يأتي بنتائج إيجابية تجنب المجتمع والبلاد آثارها ونتائجها السلبية فخلال النصف الأول من شهر فبراير استطاعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط 1341 قضية ب1448 متهما وقد تنوعت المضبوطات من المواد المخدرة في هذه القضايا حيث تم ضبط أكثر من أربعمائة وواحد ونصف كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 238 كيلو جرام من مخدر البانغو الإدارة تمكنت وخلال تلك الفترة من ضبط ما يقارب 24 كيلو جرام من مخدر الهيروين وأكثر من 17 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وأكثر من 10 كيلو جرامات من بذور القنب المخدر إضافة إلى نحو 2 كيلو جرام من مخدر الأفيون ونحو 2 كيلو جرام من مخدر الآيس وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة تمكنت الإدارة وخلال ذات المدة من ضبط ألفي كرس مخدر لعقار الكبتاجون وقرابة 36 ألف كرس مخدر لعقار الترامدول وأكثر من 6000 كرس وأمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية فضلاً عن ضبط 425 طابع LCD وتقدر القيمة المالية لكل المواد المخدرة المضبوطة ب33 مليون و300 ألف جنيها وتتواصل ضربات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنصيق مع مناطقها وفرعها الجغرافية للإسهم في تجفيف منابع المخدرات وبما يحافظ على الشباب من الوقوع في براثن الإدمان باعتبارها حائط الصد الأول التي تتقصر على أعتابه كل محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة ونجاحاتها ونتائجها المحققة في هذا الإطار تعبر عن جهد كبير يبزل في الرصد والمكافحة والحماية عبدالله بركات التلفزيون المصري شهدت عدد من المحافظات الجمهورية حالة من التقصي غير المستقر حيث شهدت بعض المحافظات أمطاراً مصحوبة برياح شديدة وتساقطاً للثلوج يأتي ذلك فيما أعلنت غرف عمليات عدد من المحافظات حالة التأهب فيما انتشرت معدات وسيارات شفط مياه الأمطار في المدن الرئيسية بالمحافظات التي تشهد أمطاراً غزيرة ولمزيد من المتابع حالة التقصي ينضم إلينا من مقر رهيئة الأرصاد الجوية جيرمين إبراهيم ورسلت التلفزيون المصري أهلاً بك جيرمين في البداية ويعني كما أشارت عدد من المحافظات شهدت حالة من التقصي غير المستقر لو تطلعين على الجديد لديك نعم آية بعد مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية كان ضروري أن نتواجد داخل الهيئة العامة للأرصاد لنتعرف على تفاصيل الموجة الباردة التي تمر بها البلاد مع حالة عدم الاستقرار في درجات الحرارة خلال اليوم والفترة الماضية وذلك من خلال اللقاءنا مع دكتورة إيمان شاكر وهي وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية برحب بك يا دكتور يعني لا تطلعين على تفاصيل هذه الموجة الباردة خصوصا مع سقوط الأمطار اللي شهدناه اليوم على مختلف أنحاء الجمهورية أهلا بحضرتك أستاذة جرمين من دخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية الإدارة العامة للتحاليل بالفعل شهدت البلاد منذ أمس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت أمس على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد زي السلوم ومطروح والأسكندرية انتدت مع مساء أمس إلى رشيد وبلطيم مع فجر اليوم شهدت العديد من المناطق أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة يعني نقدر نقول تحديدا البحيرة كفر الشيخ بلطيم تحديدا وأيضا دميات شهدت أمطار غزيرة ورعضية ومصحوبة بالبرد والبرد هو عبارة عن كرات سلجية صغيرة تتساقط مع الأمطار محافظات الدلتة الغربية الشرقية المنوفية البحيرة كفر الشيخ الدأهلية شهدت أمطار من متوسطة إلى غزيرة مسحوبة بالبرد بعض مناطق من القاهرة الكبرى شهدت أمطار متوسطة كانت غزيرة على بعض المناطق أيضا سحبها ثقوت البرد على بعض المناطق من القاهرة الكبرى أيضا بعض المناطق من شمال السعيد شهدت أمطار من خفيفة المتوسطة شمال وسط سيناء وتحديدا العريش والشيخ زويت شهدت أمطار غزيرة ورعضية وكانت مصحوبة بالثقوت البرد طبعا أمطار على شمال وسط سيناء قد تؤدي لحدوث السيول في الساعات القادمة نظرا الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق وطبعا المرتفعات الموجودة في سيناء وخاصة كاترين ومرتفعات شمال سيناء بتؤدي لتكون السيول طبعا الساعات القادمة إن شاء الله المتوقع استمرار فرص الأمطار سواء على الوجه البحري بكل المحافظات الوجه البحري مدن القاناة الإسماعيلية والسويس وبرسعيد أيضا شهدت أمطار غزيرة ومتوقع تستمر في الساعات القادمة القاهرة الكبرى هتشهد بعض المناطق منها فرص أمطار مرة أخرى في الساعات القادمة حتى صباح يوم الأربع يعني إحنا فرص الأمطار مستمرة معنا حتى غدا الصباحا إن شاء الله بعد الظهر بالنسبة للقاهرة والواجه البحري تتحسن تماما الأحوال الجوية وتعود الشمس للستوع مرة أخرى أما بالنسبة لمنطقة سيناء شمال وسط سيناء منطقة مدن خليج السويس زي الزعفرانة وراز غارب الغرداء ومرسعالم طبعا بعض مناطق من وسط سيناء مازالت الأمطار مستمرة على مدار اليوم غدا فرص السيول مازالت مستمرة غدا الأربعاء على شمال وسط سيناء يعني مع حالات على هذه علام الاستقرار ممكن السؤال اللي بيسألوا الجميع متى ستنتهي هذه الموجة الباردة وبتعود درجات الحرارة مرة أخرى للاستقرار بشكل ما احنا طبعا انخفضت درجات الحرارة النهاردة بحوالي من درجة 23 درجات وصلت ل 17 درجة العزمة على القاهرة غدا ان شاء الله بعد الظهر هتبدأ ترتفع درجات الحرارة تدرجيا وتوصل للعزمة ل20 درجة مقوية الاستقرار هيبدأ من بعد الظهر ان شاء الله بالنسبة للقاهرة والوجه البحر لكن يستمر على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يوم الخميس تحسن تام في الأحوال الجوية درجات الحرارة تتروح ما بين 20 و21 درجة العزمة والصغرى تتروح من 9 ل 8 درجات مقوية بالنسبة للسواحل الشمالية تستمر فرص أمطار خفيفة لكنها غير مؤثرة تماما وتحسن تام في الأحوال الجوية وعودة للشبورة المائية في الصباح البكر لكنها شبورة خفيفة غير مؤثرة على حركة المرور والسفر ان شاء الله يعني احنا ما زلنا في فصل الشتاء ومتعودين على هذه الموجات الباردة هل من المتوقع خلال الفترة القادمة أو الأسبوع القادم أن تتكرر هذه الموجة يعني كما تكررت أيضا خلال الأسبوع الماضي؟ هو طبعا بالنسبة للأسبوع القادم هيبدأ يكون فيه تحسن في الأحوال الجوية فرص سكوت أمطار خفيفة على السواحل الشمالية لكن ما فيش أي منخفضات جوية قادمة للأسبوع القادم تحديدا يعني مش هنشهد موجة من حالة عدم الاستقرار لكن احنا ما زلنا في الشتاء حتى عشرين مارس فوارد طبعا تتكرر حالة عدم الاستقرار العام الماضي شاهدنا حالة عدم استقرار اتناشر مارس فلسه قدامنا شهر تقريبا على نهاية فصل الشتاء فوارد طبعا تتكرر وطبعا قبلها احنا بنعلن تحذيراتنا وتنبؤتنا وبالسهل لكافة قطعات الدولة وكافة وسائل الإعلام طبعا دكتور ريمان وطبعا احنا احنا اكيد هننتظر هذه التعليمات حتى يستعد كل الموطنين بشكرك على وجودك معنا يعني آية كان هذا القائمة من داخل هي العامة لأرصاد الجوية قدرنا نتعرف على درجات الحرار وهذه الموجة الباردة اللي بتشهدها الجمهورية خلال هذه الايام بعود اليك مرة اخرى في الاستوديو شكرا لك جيرمين ابراهيم ورئيس للتلفزيون المصري من مقارا هيئة الأرصاد الجوية وطبعا شكرا موصولة دفتك الكريمة اعرب الرئيس الامريكي جو بايدن عن اسفه بسبب تزايد اعداد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة الذين تجاوز عددهم خمسمائة الف شخص واعلن بايدن تنكيس الاعلام على المباني الفيدرالية لمدة خمسة ايام ونتابع المزيد في سياق التقرير التالي يوم لن ينساه الامريكيون طوال تاريخهم ومشهد لن يمحى من الذاكرة بسهولة عندما اعلن الرئيس جو بايدن تنكيس اعلام بلاده حزنا وحدادا على ارواح نصف مليون امريكي قضوا بسبب جائحة كورونا خسائر بشرية تتجاوز في مجملها عدد ضحايا الولايات المتحدة في الحربين العالميتين وحرب فيتنام اليوم نشهد حدثا مفجعا يفطر القلوب حقا خمسمائة الف وواحد وسبعون قطيلة هذا هو عدد الامريكيين الذين لقوا حتفهم في عام واحد بسبب جائحة كورونا مقارنة بالحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام مجتمعة هذا هو عدد الارواح التي فقدت بسبب هذا الفيروس اكثر من اي دولة اخرى على وجه الارض كاتدرائية واشنطن الوطنية قرعت هي الاخرى اجرسها حزنا والما وتخليدا للضحايا بسبب الفيروس خبير الامراض المعدية ومستشار الرئيس الامريكي للشؤون الصحية انتوني فاويتشي علق على التطورات بانها رهيبة ومروعة مضيفا ان العالم لم يشهد شيئا كهذا منذ اكثر من مائة عام منذ وباء الكوليرا وضع مأسوي لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط وانما يعيشه العالم بلا استثناء حيث وصلت الوفيات عالميا الى نحو مليونين ونصف المليون حالة بينما اقتربت الاصابات من مائة وثلاثة عشر مليون اصابة اوضاع حدث برئيس الوزراء البريطانية بوريس جونسون الى القول انه يتعين على العالم ان يتعايش مع الفيروس على المدى الطويل مثل ما هو الحال مع الانفلونزا اما بقية دول العالم فمنها من يسارع الى توسيع حملات التطعيم ومنها من يواصل اغلاق الحدود ووقف السفر على امل التقليل من خسائر الجائحة انتقدت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية بسبب قطع الطريق امام الدول الفقيرة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا وقال مدير عام المنظمة تدريس ادنا هوم ان ابرام بعض الدول الغنية عقودة مباشرة مع الشركة المصنعة للقاحات ادى الى خفض الكمية المخصصة للدول الفقيرة عبر منصة كوفاكس والمتفق عليها مسبقا واوضح ادنا هوم انه حتى اذا تواجد المال فانه بدون جدوى اذا لم يستخدم لشراء اللقاحات وذلك بعد ان قامت دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى مع دول الاتحاد الاوروبي واستريليا بشراء مليار ومائتي وخمسين مليون جرعت لقاح اكثر من حاجتها تدرس اليابان تأخير جداول تطعيم كبار السن ضد فيروس كورونا حتى شهر ابريل القادم ومنح اولوية لتطعيم مليون عامل اضافية داخل قطاع الصحة وقال الوزير المشرف على برنامج التطعيم الوطني ان تطعيمات كبار السن ستتأخر عن موعدها المحدد لان شركة فايزر لن تتمكن من زيادة طاقتها الانتاجية على الاقل حتى مايو القادم وتتوقع الحكومة اليابانية البدأ في تطعيم اولئك الذين تبلغ اعمارهم 65 عاما او اكثر في ابريل القادم وانهاء التطعيمات خلال شهرين وثلاثة اسابيع تقريبا قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبية انه لا داعي للتردد في تقديم اللقاح المضاد لفايروس كورونا الى كوريا الشمالية عند توفر الظروف المناسبة واشدد رئيس الوزراء الكوري الجنوبية على ضرورة تفهم النوايا الحسنة لكوريا الجنوبية واضف ان البدء في التعاون في المجال الانساني والرعاية الصحية والرياضة سيساعد في حل المشاكل في العلاقات الثنائية بين الكوريتين قررت السلطات في سلطنة عمان منع دخول القادمين من عشر دول وذلك لاحتوى انتشار الفيروس وتشمل الدول التي قررت سلطنة عمان منع رعاياها من الدخول هي السودان ونبنان وجنوب أفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيرليون وإثيوبيا ويبدأ سريان القرار الخميس المقبل ولمدة خمسة عشر يوما وذلك في إطار جهود احتوى انتشار الجائحة وإلى المغرب حيث قررت السلطات تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع تسع دول وذلك بصعب التطورات الوبائية المرتبطة باكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا وتشمل هذه الدول النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرينيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وتركيا ويأتي تعليق هذه الرحلات بعدما أعلنت وزارة الصحة رصد سلالة جديدة لكورونا في البلاد أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي أن العمليات الاستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحوره وبؤره وخلال جلسته الاعتيادية لمجلس الوزراء شدد القاضمي على أن أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات قائلا إن الصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدم الحكومة وأحراجها هذا وقد تطرخ اجتماع مجلس الوزراء العراقي إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مشيرا لأنه يعمل بخطط مدروسة لتنشيط الاقتصاد العراقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كشفت قيادة العمليات المشتركة أعداد تنظيم داعش الإرهابي في العراق فيما اعتبرت أن مناطق أطراف العاصمة بغداد مستقرة أمنيا وقالت العمليات المشتركة إن ما حدث في الترمية ليس خرقا بل هو انتصار للقوات الأمنية مؤكدة أن عملية الترمية كانت مخططة بدرجة عالية من القوات الأمنية وأضافت أن أعداد الدواعش في العراق تقدر بأقل من ألف مشيرة إلى أن إرهابي داعش ما زالوا يحاولون التسلل من الحدود العراقية السورية وأنه تم إلقاء القبض على عدد منهم وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد سرمد البيت المحلل الأمنية العراقية بداية سيد سرمد الجيش العراقي يعلن القضاء عن عناصر داعش الإرهابية وأيضا إحباط هجوم على العاصمة كيف تقرأ عملية الترمية التي قام بها الجيش وأعلن انتصاره فيها حقيقة ليست مكتسرة كانت على الجيش إنما العملية بدأت من حجز حشار الموجودة في المنطقة يعني قتل من داعش قتلوا لذين عشوا هداء المنطقة هذه المنطقة الجراعية قريبة عن المنطقة تسهل بها الانتقال إلى بفل أخرى منطقة وثاتين كثيفة جدا يعني بيئة بيئة يعني بيئة ممتازة لعمل الأرهابين لكن دائما تكون تسهل بها من سبل القطاعات الحج الشعبي والقطاعات الحسكرية موجودة نعم تشعر أن نحن منبادرنا إلى الهجوم على الحركة الوخلية كانت معينة لإسمال البحث الأرهابية داخل بغداد يعني المنطقة تبعد عن بغداد عشرين كنو مصر يعني منطقة قريبة جدا شمال بغداد استركت أيضا بها طائرات الأرسلين وطائرات الـ 25 و 25 و 25 السمتية احنا نسميها المستر أيضا استركت قادل العملية كان لديهم قناصرات ولديهم أكيحة مصر الحق لله العملية انتهت في قتل جميع الزوائش الموجودين في هذه المنطقة والمتناكدين فيها منطقة تدعى منشاة قديمة يعني منشاة قديمة 13-20 عشرة من قبل 23-23 فمستقرين استقراتي نعم نعم ولكن رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي أكد أن العمليات الاستباقية ضد الإرهاب ما زالت مستمرة برأيك هل تنجح الحكومة في التصدي للإرهاب ودحره؟ يعني إذا نتكلم منشاة نظر ميهامية بسطور صعب بالوقت تنظيم داعش يغير استقراتيجيتي دائماً وتقدرته اللي هو عنه نعم نعم مثلاً كان يسيطر على مناصب الآن لا يسيطر على مناصب لكن تحوله إلى موضوع حرب إصابات يعني تربين أو ثلاث أطراج أو بالعدد الأكثر قد يكونوا خمسة أطراج مثل هذه التعرف تكون متعبة لكل جيوش يعني تكون متعبة يعني هم ما أنتما تقبل عجل واضح يعني إن تقبل العجل لا من يتحقق كل إليه خاضية على الحركة إذن هناك طلاطة محززة لدينا في القراف دائما تقصد بيها مثل هذه المساكل لكن دائما الجيش يقوم بعمليات تبتيش وعندما مشكلة الحدود معتول يعني مشكلة كبيرة جداً بالجراء فالحضور فاصلة نعم يعني ربما هي مشكلة الإرهاب هي مشكلة نتمنى أن يتم السيطرة عليها في العراق في أقرب وقت ممكن كي تنهض مجدداً كنت معنا سيد سرمد البيت المحلل الأمني العراقي شكراً لك أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراقي مصرور برزاني أن البعثات الدبلوماسية تواجه مخاطر جاسمة في العراق وأدن رئيس حكومة الإقليم ما الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء حيث يقع مبنى السفارة الأمريكية في بغداد وحثى برزاني الحكومة الاتحادية في بغداد على اتخاذ تدابير عملية لضمان سلامة البعثة الدبلوماسية مشدداً على أن الهجمات يجب أن تتوقف كما استنكر رئيس طيار الحكمة وزعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم الاستهداف الصاروخي للمنطقة الخضراء في بغداد مطالباً الحكومة بتأمين الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية والتعامل بحزم إزاء هذه الأعمال وكانت خلية الإعلام الأمنية العراقية قد أعلنت أمس سقوط ثلاثة صواريخ منها اثنان على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية ومازن في الشر العراقية حيث تجددت الاحتجاجات في محافظة ذيقار جنوبي العراق على خلفية مقتل متظاهر أمس وخرج العشرات من المحتجين في تظاهرات جديدة للمطالبة بإقالة المحافظ ومحاسبة عناصر الأمن الذين قتلوا أحد المتظاهرين أمس فيما قطع بعد المتظاهرين جسر النصر وسط المحافظة وحاولوا الوصول إلى مقر الحكومة المحلية وتمكنت قوات الأمن من منعهم حذرت المفاوضية الأوروبية من خطورة الوضع في لبنان داعية إلى سرعة تشكيل الحكومة ووفقا لوسائل إعلام لبنانية أكدت المفاوضية الأوروبية أن الوضع في لبنان يتضهور وحثت على ضرورة تشكيل الحكومة من دون تأخير من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبية أن هناك اجتماعا دوليا حول استحالة دعم لبنان في غياب حكومة للإصلاح يواصل يواصل مبعوث الأمم المتحدة الخاصة لسوريا جاير بيدرسون لقاءاته في دمشق اليوم وكان بيدرسون قد استهل لقاءاته باجتماع مع وزير الخارجية فيصل المقداد حيث أكد الجانبان على أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في شؤون لجنة مناقشة الدستور وتتركز مباحثات بيدرسون على قرار رقم 2254 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا وكذلك بحث الوضع الاقتصادي بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف مع المبعوث الأمنية العامة للأمم المتحدة مارتن جريفث آخر تطورات الأزمة اليمنية واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لدعم اليمن لتحقيق تطلعات شعبه في مختلف المجالات والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وأكد الحجرف الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز أمنه واستقراره وذلك من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة وأكد الجانبان أهمية التنصيق لدعوة المجتمع الدولي للضغط على قوات الحوث لوقف هجومها على مأرب طالب تيم لندر كينغ المبعوث الأمريكي الحوثيين بعد لقائه وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك بوقف زعزعة استقرار اليمن وأضف المبعوث الأمريكي إلى اليمن أنه يجب أن يتوقف الحوثيون عن هجومهم على مأرب أكد البرلمان العربي رفضه لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية وتضمن معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند إلى حقائق بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وشدد البرلمان على أن التقرير ابتعد عن المهنية والموضوعية ولم يقدم دلائل حقيقية لما يدعيه من اتهامات وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الضوابط الأساسية التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان وأكد البرلمان العربي أن تطرق منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى قضايا قال فيها القضاء البحريني أن زيه كلمته النهائية يعد تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء الوطني البحرينية وفي الشؤون الداخلية لمملكة البحرين أعلنت صحيفة عقاذ السعودية وفت أول أمين عام لمنظمة أوبيك ووزير البترول السعودي السابق زاكي يماني في لندن عن عمر نهز 91 عاما وقاد يماني الحذر النفطي في عام 1973 والذي سبب أزمة كبيرة للغرب كما كان رمزا لصعود قوة البترول العربية وفي عام 1975 تعرض الوزير وغيره من وزراء النفط للاختطاف في اجتماع الأوبك في بيينة على يد كارلوس الثعلب ألقى الرئيس التونسي قيس سعيد كلمة خلال الحوار المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن والسلم الدوليين أكد فيها أن التغيرات المناخية لا تقل خطورة عن الأوبئة أو النزاعات المسلحة فإذا كانت الأوبئة خطرا وإذا كانت النزاعات المسلحة بدورها خطرا فأن التغيرات المناخية تمثل بدورها خطرا لا يقل جسامة عن الأخطار المألوفة والمعهودة للأسف إنما ينجم عن هذه التغيرات المناخية من تعميق للفقر لدى الفئات الضعيفة ومن تهديد للأمن الغذائي والمائي في عديد المناطق من العالم وخاصة في القارة الإفريقية مازلنا فيه الشأن التونسي حيث دخلت الأزمة السياسية في تونس منعطفا جديدا في الساعة الأخيرة بعد بروز علامات تظهر تشبث الأطراب بمواقفها على خلفية التعديل الوزاري الذي لا يزال يروح مكنه منذ أسابيع يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه المطالبات داخل البرلمان بسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوجي لتزيد من سخونة المشهد السياسية بينما تعاني البلاد من الاحتجاجات والوضع الاقتصادي حالة من الاحتقان تشهدها الساحة السياسية في تونس في ظل تصاعد وطيرة الخلافات بين القوى المختلفة والصراع على نفوذ والاختصاصات الحكومة الجديدة هي العنوان العريض للأزمة الحالية بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام لمشيشي ومن جهة أخرى تأتي المطالبات داخل البرلمان بسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي لتزيد من سخونة المشهد اثرى تصاعد الأصوات الرافضة لممارسات رئيس البرلمان أما الحكومة الجديدة فرغم حصولها على ثقة البرلمان في السابع والعشرين من الشهر الماضي إلا أن الرئيس قيس سعيد لم يواجه دعوة رسمية للوزراء لأداء اليمين في قصر قرطاج حتى الآن كما لم يصدر المرسوم الرئاسي لتعيينهم بسبب رفضه تعيين أربعة وزراء لتضارب المصالح خلافات الرئيس ورئيس الحكومة وجدتها الحركة الإخوانية ملاذا لتخفيف الضغوط الكبيرة عليها من الشارع التونسي والبرلمان وأكبرت الممارسات السلبية لرئيس البرلمان راشد الغنوشي النواب على تدشين حملة للتوقيع العريضة لسحب الثقة منه لسوء إدارة العمل والمسؤولية عن تنامي العنف داخل البرلمان خلافات تأتي في وقت تحاول فيه تونس تجاوز أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن فيروس كورونا وموجة جديدة من احتجاجات التونسيين اعتراضاً على ترد الأوضاع وتصاعد حدة التشابك السياسي وهو ما يجعل الهدوء والاستقرار أمراً يبدو بعيد المنال نشرة السادسة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها النيتو يعرب عن قلقه من قرب امتلاك إيران لسلاح اللووي أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفيلا ماريانو جروسي عن أن منع دخول مفتش إيران الوكالة دون اتخاذ خطوات من جانبنا سيكون له تداعيات وقال جروسي أن الحوار الجاري مع إيران لم يصفر عن أي نتائج حتى الآن وطلب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بتقديم إجابات عن يورانيوم تم العثور عليها في بعض المواقع وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن أن إيران بدأت من اليوم تعليق البروتوكول الإضافية وإجراءات الشفافية التي ينص عليها الاتفاق النووي وأكدت الثلاث دول لأنها تسعى لإنقاذ الاتفاق النووي بعد نية أمريكا للعودة إليها داعية إيران للتراجع عن إجراءاتها الأخيرة التي تحد من الشفافية حذرت صحيفة تديرها الحكومة الإيرانية اليوم من أن التصرفات المبالغ فيها في الخلاف نووي مع الغرب قد تؤدي إلى عزلة البلاد بعد أن أوقفت تهران عملية التفتيش المفاج التي يجريها مفاتش الأمم المتحدة وقال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للتقذرية كاظم غريب أبادي أن بلاده أوقفت تنفيذ ما يعرف باسم البروتوكول الإضافي وكان الاتفاق يسمح للوكالة بإجراء عمليات تفتيش تخطر بها إيران قبل وقت قصير شد وجذب تتصعد وتيرته من ساعة لأخرى بين تهران والغرب بسبب البرنامج النووي الإيراني ومصير اتفاق عام 2015 المواقع بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى الشد الإيراني تمثل في تصريحات للمرشد الأعلى علي خامنئي قال فيها أن بلاده تستطيع رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% عند الحاجة تصعيد يترافق مع بدء سريان قرار للبرلمان الإيراني بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي من الاتفاق النووي والذي يسمح لمفاتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارات مفاجأة للمنشآت النووية وتتبنى إيران نهجا تصعيديا ضد الولايات المتحدة والغرب وتمارس أقصى ضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إثر قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض العقوبات مرة أخرى على طهران وضع ترك الولايات المتحدة في موقف لا تحسد عليه فاكتفت واشنطن بالتقليل من أهمية تصريحات خامنئي بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% كما شددت على أنها لن تقوم بتخفيف العقوبات ولن ترفعها قبل الحوار مع طهران أما بشأن اقتراحي لاتحاد الأوروبية الدعوة لاجتماع بين الدول الموقع على الاتفاق النووي فقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جينساكي إن الجميع لا يزالون بانتظار رد إيران على هذا المقترح وحتى تحديد الموعد واتضاح المواقف يبدو أن الأزمة ستكون على موعد مع مزيد من التصعيد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة وأعلى معايير الجودة مع إلاء الاهتمام اللازم للمرافق والخدمات والطرق الداخلية وأعمال التنصيق الحضارية وكذا الالتزام بمعايير الاستدامة للبنية الأساسية لاستيعاب الاحتياجات المستقبلية المتوقعة مع بدء تشغيل المدن الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان عاصم الجزار وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان خاصة فيما يتعلق بمجموعة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية وقد عرض وزير الإسكان في هذا الصدد الموقف الإنشائي بكل من مدينة المنصورة الجديدة ورشيد الجديدة إلى جانب مدينة أسوان الجديدة وما تحويه من مرافق ومنشآت وخدمات ومناطق تجارية وترفيهية فضلا عن الأعمال الإنشائية بمشروع صواري الإسكندرية وكذا سير العمل في تطوير منطقة زهور مايو التي تضررت من السيول خلال العام الماضي كما تم استعراض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية وكذا الحي الحكومية والمال والأعمال وتطورات تشييد البرج الأيقونية مؤكدا أن الأعمال الإنشائية تنضي وفق جدول الزمني بتنفيذ مخطط لها سواء من حيث الجوانب التمولية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة أكبر اتساع ممكن لحجم مداخل العاصمة الإدارية الجديدة والمحاور المؤدية إليها وذلك لاستعاب الحركة المرورية المتوقعة منها وإليها مع ربطها بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة الكبرى وأحيائها وأضاف المتحدث الرسمية أن وزير الإسكان عرض أيضا الشقة الخاصة بالوزارة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية خاصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحية مع استعراض حجم المعدات المحشودة في هذا الإطار هذا وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطقيق جميع البيانات ذات الصلة بمشروع تطوير الريف المصرية على أن تتضمن أعمال المشروع فرق عمل من الأكاديميين وخبراء التقطيط والإحصاء وذلك للوقوف على كافة التفاصيل على أرض الواقع وتحديث البيانات الخاصة بسكان القرى وأحوالهم وأوضاعهم هذا وقد اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على مخطة مشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبالي موسى وسانت كاترين والذي يتضمن 14 مشروعا رئيسيا حيث وجه سيادته بدقة دراسة كافة تفاصيل المشروع كما تم استعراض مستجدات مخطط التطوير الشامل للقاهرة التاريخية خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيراء التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة التي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بالطابع المعماري الحديث والمتكامل للخدمات كافة فضلا عن عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة وكذا مثلث مسبيرو إلى جانب إقامة مشروع ممشى أهل مصر المطل على النيل والذي يعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير من وجه القاهرة وستعيد وجهها الحضارية الجديد فضلا عن زيادة نسبة المسطحات الخضراء وأماكن الجذب السياحية هذا وقد وجه السيد الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية والإصراع في إتمام المراحل النهائية منها وذلك لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضري وسياحية وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية وعود إلى الشأن الإيراني حيث أعرب الأمين العام لحلف شمل الأطلنطية نيتو ينسى سولتنبرغ عن قلق الحلف من قرب امتلاك إيران لسلاح نووي وقال سولتنبرغ أن إيران مصدر قلق لأنها مسؤولة عن أنشطة موزعزعة لإستقرار المنطقة معربا في الوقت نفسه عن قلق الحلف إيزاء برنامج إيران الصاروخي وشدد الأمين العام لحلف شمل الأطلنطي على أهمية فرض قيود على برنامج إيران نووي أعلن الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه سيتم الإفراج عن مليار دولار من إجمالي الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وقال ربيعي خلال مؤتمر صحفي أسبوعي له أنه تم التوصل إلى اتفاق مع كوريا الجنوبية واليابان للوصول إلى مواد طهران من النقد الأجنبي المحجوبة لديهم وكان رئيس البنك المركزي الإيراني قد أعلن إلى توصله مع اتفاق وذلك مع حكومة كوريا الجنوبية تفرج بمجبه الأخيرة عن جزء من احتياطات العملات الأجنبية الخاصة بإيران التي تحجزها بسبب العقوبات الأمريكية التي تقدر بنحو سبعة مليارات دولار وتقدر طهران إجمالي أموالها المحتجزة في الخارج بنحو مائة مليار دولار منها خمسة وثلاثين مليار في بنوك أوروبية بدأ حلف شمال الأطلنطية النيتو مناورات دايناميك مونتا 2021 العسكرية في البحر المتوسط وأوضحت القيلة البحرية للحلف أن المناورات في نسختها الحدية والعشرين تجرى في الشواطئ الشرقية لجزيرة سقالية وبمشاركة الولايات المتحدة واليونان وعدد من الدول الأوروبية وتستهدف تطوير مهارة دفع وفقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد على اعتماد مبلغ سبعمائة وخمسين مليون جنيه كدعم إضافي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترعي ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبلغ المعتمد جاء في إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية القومية للموارد المائية بمصر وأكدت السعيد أهمية مشروع تأهيل وتبطين الترع لما سيحققه من وفر في مياه الري بحوالي خمسة مليارات متر مكعب سنويا وذلك فضلا عن الحفاظ على قطاعات الطرع وحماية الجسور مما يرفع من كفاءة نقل وتوزيع المياه وتحسين نوعيتها يواصل معرض ديارنا للحرف اليدوية فعلياته وسط إقبال كبير من الزائرين على شراء المنتجات المختلفة من الحرف اليدوية ويتميز معرض ديارنا في نسخته الحالية بتنوع كبير للمنتجات والفئات المشاركة بالمعرض المزيد في هذا الإطار ينضم إلينا من المعرض مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود ضعنا في تفاصيل الأجواء لديك وكيف يستقبل الزائرين المنتجات المتوفرة في هذا المعرض مساء الخير عليك أحمد وعلى كل سادة المشاهدين كما ذكرت في الخبر كثرة العارضين وكثرة المنتجات وتنوعها واختلافها يعني داخل معرض ديارنا أدى إلى زيادة الإقبال خاصة اليوم رغم حالة التقصى الجير مستقرة إلا أن هناك إقبال ملحوظ داخل المعرض على المنتجات المختلفة هذا الإقبال الذي أدى إلى مد فترة المعرض حتى يوم السبت 27 من فبراير الجاري كان من المقرر أن ينتهي يوم غد ولكن تم مده حتى يوم السبت القادم كثرة العارضين وكثرة المنتجات التي نتحدث عنها ليست فقط المنتجات الصناعية من الحرف اليدوية الموجودة داخل المعرض يعني عليها إقبال ولكن أيضا هناك بعض المنتجات الجذائية الصحية التي صنعت بأياد منزلية عليها إقبال داخل المعرض فالمعرض قدم جناح مخصوص لهذه المنتجات الجذائية لأيضا يقبل عليها المحبين للحرف اليدوية ليس فقط في الصناعة ولكن أيضا في المنتجات الجذائية كثرة العارضين نتحدث عن أكثر من 300 عارض هنا وهذا العدد أقل بكثير من العدد المقدم على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي هناك ضعف هذا العدد الموجود حاليا داخل المعرض متقدم ليكون موجود في المعرض القادمة متقدمة لوزارة التضامن الاجتماعي أيضا المعرض ليس فرصة لتسويق المنتجات في حسب ولكن أيضا التسويق والتعليم من خلال ورش التعليم الموجودة داخل المعرض التي تقوم بتدريب وتعليم فن الحرف اليدوية هذه هي الصورة من داخل معرض ديارنا وعود إليك أحمد مرة أخرى محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية من معرض ديارنا للحرف اليدوية شكرا لك والآن موعدنا مع الجولة الاقتصادية أخبار الاقتصاد مع دينا فكري إليك دينا شكرا أحمد شكرا آية أخبار المال والأعمال محليا وعالميا قرر البنك المركزي إلزام البنوك بزيدة التمويل الموجه للشركات متنهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من محفظات التسهيلات الاقتمالية للبنك الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جناهي إضافية في هذا القطع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022 وذلك لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة ووجه البنك المركزي البنوك بإلاء عنية خاصة للشركات الصغيرة حيث اتم بمجبي التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022 وصلت المنطقة الاستثمارية بكل من بنها وميد غمر استقبال طلبات المرحلة الثانية لحجز الوحدات الصناعية كاملة التشطيب بهما والذي بدأ يوم الأحد الموافقة 14 من فبراير الجاري ويستمر حتى الخامس عشر من مارس المقبل وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العمل الاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أن حجز الوحدات قد شهد إقبالا متزايدا حيث وصلت الوحدات المحجوزة خلال الأسبوع الأول من الطرح إلى أكثر من مئة و33 وحدة وإلى البورصة المصرية حيث أنهت تعاملاتها على تراجع جمعي للمؤشرات بعد ارتفاعه خلال الجلستين الماضيتين وخسر رأس المال السوقي نحو 45 من 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700 مليار وتسعمائة و46 مليون جنيه ونتحول إلى عرض مؤشرة البورصة المصرية حيث تراجع مؤشر إيجي أكسي أسارتي بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 11.416 نقطة كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكسي بنتي متساوي الأوزان بنسبة 1.45 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 2370 نقطة انخفض أيضا إيجي أكسي 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.34 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 3391 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها و61 قرشا للشراء لسعر البيع 15 جنيها و74 قرشا للبيع وكما سجل اليورو 18 جنيها و97 قرشا للشراء و19 جنيها و14 قرشا للبيع ووصل الجنيه الإسرليني إلى 21 جنيها و99 قرشا للشراء و22 جنيها و18 قرشا للبيع وبالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي أربع جنيهات و25 قرشا للشراء وأربع جنيهات و28 قرشا للبيع وأخيرا وصل الريال السعودي إلى أربع جنيهات و16 قرشا للشراء وأربع جنيهات و19 قرشا للبيع ومع أسواق المعادن النفيسة حيث تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1 من 10% للتعاملات الفورية لتسجل 1804 دولارات ومحليا انخفضت أسعار الذهب ما قيمته جنيهان بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا وسجل الجرام عيار 18 حوالي 676 جنيها كما سجل عيار 21 لحوى 789 جنيها وسجل عيار 24 تسعمائة وجنيه وأخيرا وصل الجنيهات ذهب إلى 6312 جنيها ارتفع تضخم في منطقة اليورو في يناير الماضي بفعل أسعار الخدمات والسلعة الصناعية وأكد مكتب إحصاءات للتحدي الأوروبية في تقديرات سابقة بأن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 2 من 10 بالمئة على أساس شهري وتسع من 10 بالمئة على أساس سنوية وارتفعت أسعار الطاقة المتقلبة 83 من 10 بالمئة على أساس شهري لكنها لا تزال منخفضة 4 و 2 من 10 بالمئة عن شرداته من العام الماضي وزادت أسعار الأغضية غير المصنعة 1 و 2 من 10 بالمئة على أساس شهري و 2 بالمئة على أساس سنوية ختم أخبار المال والعمل وعود مرة أخرى إلى أحمد عبدالصمد وأيا الكافرين شكرا لك إذن مشاهدين ومن أخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار السادسة ولا يتبقى سوى تذكرة بأهم ما جاء فيها من عنوين الرئيس السيسي يطلع على جهود انتقال الجهاز الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة ويوجه بتطوير قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وزيرة الصحة تعلن بدء تسجيل رغبات المواطنين لتلقي لقاحات كورونا الأحدى المختلفة موجة تقص غير مستقر تضرب عدة محافظات ورفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الجوية إلى هنا انتهت جولتنا الإخبارية من السادسة دمتم في رعاية الله وآله اشتركوا في القناة